السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ازايكم يا بنات عاملين ايه يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة الفيديو بتاع النهاردة هو عبارة عن ان انا اريكم الابليكيشنس اللي انا بستخدمها بشكل دوري على الماك عندي اوكي طبعا الماك بيجي بابليكيشنس كتير خاصة بيهواء وبتكون مفيدة جدا جدا وفي ابليكيشنس تانية الواحد بينزلها عشان خاطر يعني يستفيد بيها وكده يعني فخلينا ايه نبدأ كده اول باول البرامج الاساسية هعضي عليها بشكل سريع يعني اللي هو برنامج ده جزا بيعمل كذا اوكي عندنا اول حاجة هنا على اليمين الاب ستور ده الاب ستور بتنزل من خلاله البرامج بتاعت بتاعت الماك وكده يعني السفاري ده المتصفح اللي هو زي جوجل كروم برضو بستخدمه بشكل مستمر وده الميل اللي انا بستقبل عليه الاميلات كلها والميل ده بحط عليه بعمل ساين ان بكل الاميلات ايميل الجيميل والهات ميل والايكلاود وغيره ولما بتوصلني اي ايميل بيوصلني على ده وكده يعني وانا عندي انا ككيميا في اهمية كبيرة جدا جدا عندي في حتة الاميل يعني الاميل شيء مهم جدا جدا بالنسبة لي ماينفعش ان انا لو جالي اشعار ان في ايميل جالي ان انا افوته يعني الا لو حاجة بروفون يعني الكنتاكس دي قائمة الكنتاكس عندك دي الكالندر ودي الريمايندر ودي النوتس برنامج النوتس انا بسجل عليه مثلا سكريبتات الفيديوهات بتاعتي بسجل عليه الحاجات اللي انا حابب ان انا اعملها فالحاجات دي كلها ايه بسجلها على النوتس كلها بده يعني الساقر بالنوتس باسلا نفسingly بكتب عليها سكريبتات الفيديوهات الخاصة بي وكده يعني انا انا مثلا لو فتحت دلوقتي النوتس هلاقيي هنا ايه دي كل النوتس اللي عندي كمية نوتس كتيرة جدا 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 زي ما انتم شايفين كده في منها سكريبتات في منها حاجات مثلا مهمة في حاجات زي كده يعني ده برنامج النوتس بعد كده ايه خلينا نرجع تاني الفيس تايم والمسجس والمابس والفيند ماي ايفون والفوتو بوث دي عبارة عن يعني برنامج تقدر من خلال انك انت ايه تصور نفسك وكده يعني زي ما انتم شايفين كده ده الفوتو بوث ماشي في عندنا الفوتوز دي الصور بتاعتك كلها في مكان واحد البي فيو ده اقارق ببي دي اف الميزيك البودكاست التي في دي حاجات الانترتيمنت الفويس ميموس الفويس ميموس دي بسجل عليها كل لما اجي اعمل مثلا فيديو معين او اسجل فيديو معين بسجل بالفويس ميموس بيكون حلو جدا جدا وبرضو في برنامج تاني اسمه اوداسيتي هتشوفوه بسجل وبعدل عليه هنا بسجل بس في الفويس ميموس اما في الاوداسيتي بسجل وعدل الفيديوهات عليه عليه يعني وكده النمبرز ده برنامج اكسل بس خاص بابل البيجيز ده برنامج مش هقول ان هو باوربوينت يعني هو برنامج زي يعني تقدر انك انت عامل زي الورد كده تقدر انك انت تعمل عليه ملفات وورد او بي دي اف او غيرها يعني الابل نوز الاخبار الستاكس لي البورسة وكده يعني البوكس ده برنامج انا بنزل عليه كل ملفات كل الكتب البي دي اف او بشتري من عليه كتب ومن خلالها يعني قادر ان انا ارى اي كتاب او كده حد دلوقتي ايه لسه يعني دي الكتب اللي موجودة حاليا يعني ففيه كتب مثلا ايه ممكن ان انا نزلها بحب دايما ان انا ايه ارى الكتاب بتاع حادي الارواح الى بلاد الافراح كتاب قيم جدا جدا بقره من على الايفون بشكل كبير يعني ولما كان معي الايباد بقره من على الايباد بس عموما ايه ده البوكس يعني ماشي طيب ايه تاني عندنا هنا الدكشونري اعقدر من خلاله ان انا ادور على اي حاجة مثلا لاي كلمة مثلا حابب ان انا اعرفها مثلا فولنا افترض مثلا انه love حاجة كده ايه بس خفيفة love بيجيب لي الكلمة في الverb بتاعها و الكلام كله يعني اذا كانت noun و اذا كانت verb و definition بتاعها و لو انا عايزها تكون بالعربي برضو بدخل من هنا او بشوف اذا كانت عربي البرناميك ده بتاع ابل مش مش باشتري او بنزله من على البتاع بيجي مع النسخة على طول يعني الكالكوليتر الهوم من هنا بقدر تحكم فيه السمارت هوم بتاعي لو انا عندي حاجات مثلا سمارت هوم بس ما فيش يعني سيري سيري دي اللي هو المساعد الشخصي سيري مشن كنترول دي بتفتحها بتجيب لك ايه الويندوز اللي انت فتحها دلوقتي فانا مش فاتح اي ويندوز دلوقتي غير حاجات اللي هي اللي انا كده يعني السيستم بريفرنسيس دي بتاعت الضبط بتاعتها مشن كنترول بانل زي الويندوز يعني وكده في الاثر هنا بنخش بنلاقي الكوك تايم بلاير ده المشغل بتاع الوسائط والتكست اديت ده زي النوت باد في لا النوت باد اه تاخد عليه نوتس او حاجة زي كده بتكتب عليه يعني بس مش از باورفول از بايجيس يعني الجراف دي حاجة كده ثري دي معينة مع عمري ما اشتغلت عليها لتايم ماشين هنا انا بعمل باككب اوتوماتيكلي لي الكمبيوتر بتاعي على هاردرايف خارجي اه الفونت بوك بحط عليها الخطوط البتاعته عشان قطر لو انا حابب ان انا نلعب الستيكيز دي لو انا حابب ان انا احط مثلا نوت معينة في اي حتة مثلا زي مثلا فيديو مثلا وبالستيكي نوت بتفضل موجودة هنا على الشاشة يعني بحيث ان انا اعطر ان انا استعين بها في اي وقت وكده اوكي ده بالنسبة للستيكيز في حاجات تاني يعني السكرين شاط دي باخد بها سكرين شاط للكمبيوتر او بعمل بها تسجيل للشاشة وكده يعني الكلار سينك دي عشان قطر ازبط الكلار بتاعت الشاشة وكده يعني ده بالنسبة للأثر اوكي في بعد كده بقى ايه هنا اللوما فيوجين ده برنامج للآيباد والآيفون لكن بسبب ان انا عندي الماك الجديد اللي هو الـ M1 اقدر ان انا نزل برامج الآيفون والآيباد فعشان كده نزلت برنامج بتاع اللوما فيوجين اقدر من خلال ان انا اعمل ادت للفيديوهات لو حاجة سريعة يعني او كده القطير ده هو برنامج بيخليني انه انا اخد الفيديو ورح اقصه على يعني ايه يعني ايه اخد فيديو مثلا ورح اقصه 15ات يعني ايه 15 ثانية 15 ثانية 15 ثانية 15 ثانية 20 ثانية 20 ثانية 20 ثانية 20 ثانية 30 30 30 كده يعني مااشي اقدر من خلال لان انا اعمل ايه قط بحيث ان الفيديو مثلا صورت ولا نفترض مثلا فيديو 3 دقاية وانا عايز الفيديو ده انا اتزلوه على الـ Stories انا محتاج ان انا قصه الاول 15 15 15 20 20 20 فاروح ايه قصه بالكات ستوري ورفعه بقى كل ستوري مع نفسها فاللي يخش على الستوري يشوف الفيديو كامل متقطع وجاهز يعني وكده ده بالنسبة لبرنامج كات ستوري وبرضه ده برنامج للايفون والايباد لكن نازل عنده على الكمبيوتر بعد كده في عندنا الاير سيرفر ده بعمل ستريم يعني انا بالتليفون بتاعي مثلا بعمل حاجة من على التليفون بتاعي اكبر من خلال التليفون ان انا الشاشة بتاعت التليفون او اللي ظهر عندي في التليفون يظهر عندي على الكمبيوتر من خلال الاير سيرفر بشكل وايرلس يعني من غير موصل التليفون بالكمبيوتر بكابلة او حاجه كده ده معروف ده بديل قوي جدا جدا لهيه الفوتوشاب وفي امكانيات قوية جدا جدا واللي ميزه عن فوتوشاب انه هو one time payment انت بتشتريه مرة وبيقعد معاك بقى على طول مش انت ما بتضطرش انك انت هتدفع اشتراك شهري لي ابل او كده يعني فقدر ان انا مثلا ننزل عليه صورة معينة مثلا زي كده وقدر ان انا اعدل عليها بتاعه معرفش ايه cropping حاجات زي كده يعني فيه وفيه tools قوية جدا جدا يعني فده الخiso ابعمل quit من هنا اوكي نعمل له cancel وبالنسبة لي الخش على القائمة التانية من البرامج وهنا بقى ايه نجد habíanلاقي الKY folder كلنا عارفينه الفريد ده تاجل بتاع بحث اقدر ان انا ابحث عن اي حاجة انا كتبت مثلا كلمة i-camia بيظهر لي بقى ايه الصور بتاعت i-camia والحاجات دي كلها اللي موجودة في الكمبيوتر يعني وقدر برضو ان انا ابحث عن اي حاجة على الانترنت وكده لو انا كتبت فيسبوك بيبدأ ان هو يعمل سرش عن فيسبوك وكده اه كده يعني الفريد برنامج جميل جدا جوجل كروم كلنا عارفين وتليجرام بالنسبة لي الكمبيوتر برضو حاجة حلوة بي فوكوس ده برنامج ده موجود هنا على الشاشة اقدر ان انا احدد مثلا ايه انا عايز احدد هشتغل مدة 25 دقيقة وبعدين اخد فهو بيعمل تايمر عندي كده فوق مدة 25 دقيقة هشتغل فيهم وبعدين هوقف طيب ده بالنسبة لي برنامج بي فوكوس simple mind light مش هعمل sign in عليه دلوقتي وخلينا ايه نشوف حاجة تاني audacity طبعا ده البرنامج اللي انا بعدل عليه الصوت بشكل احترافي audacity برنامج قوي جدا جدا وتقدر انك انت تنزله بشكل مجاني وتعدل عليه ده بالنسبة لل voiceover يعني voiceovers اكيد البرنامج ده هيفيدكم اكيد انتم عارفينه اصلا يعني تمام بعد كده عندنا بقى ايه grammarly grammarly ده extension للسفاري عشان خاطر لما تيجي تكتب بالانجليزي في اي حتة على الموقع على المتصفح سواء كان سفاري تقدر تنزله برضو على جوجل كرومة وغيره يعمل لك تعديل للgrammar بتاعك او يعمل لك تعديل للاخطاء الاملائية اللي انت وقعت فيها قبل ما بتعمل submit للpaper اللي انت بتكتبه extension قوية جدا جدا يعني magnet ده مستو حلوة جدا جدا فلنفترض مثلا انا فاتح اي حاجة يعني مثلا ايه فتح notes اوكي فتح notes وانا عايز دي تيجي في النص الشاشة دي بروح ماسك دي كده وروح عملها كده تروح ايه واخد كده ايه نص الشاشة ولنفترض مثلا ايه هفتح حاجة تاني ولنفترض pages اوكي فادي pages مثلا خلينا ناخد اي حاجة كده من ال pages لو في حاجة ينفع الواحد يفتحها ااا هم 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 untile till d a ايه اوكي ماشي خلينا ناخد دي ماشي ادي دي كده وروح ساحب دي كده يبقى انا واخد عندي ايه الشاشة تنصصت نصين او ان انا اسحب دي كده وروح رفعها لفوق ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امفيتامين امفيتامين ده بيعمل ايه بقى بيخلي الرام والبروسيسور القوة بتاعتهم كلها تروح على برنامج معين وبرضه بيخلي الكمبيوتر ما يروحش لل sleep mode يعني انا مثلا بعمل ابلود لفيديو معين ومش عايز الابلود يقف وعايز اروح انام فبشوف الابلود هياخد وقتها دي والنفترض هياخد ثلاث ساعات which is not the case بما ان الواحد عنده دلوقتي السرعة عالية فخلينا مرغيش كتير الابليكيشن ده بيخلي الكمبيوتر ما ينمش زوم كلنا عارفينه واتساب ويب كلنا عارفينه helium نزلته وعارف ان هو استخدامه حلو بس مش فاكر استخدامه خاص بايه navigator web page without using location in the medium bar اه هو الحاجة معينة اه picture in picture يعني تقدر ان كنت تشغل فيديو picture in picture وحاجات زي كده يعني ده بالنسبة للهيليم اه بعد كده الان ارشيفر ده بيعمل اه فك الملفات المضغوطة messenger كلنا عارفين الاب كلينر ده برنامج جميل جدا جدا دلوقتي انا مثلا دخلت هنا على الماكين توش هارد ديسك اه ودخلت على الابليكيشنز عندي فدي كل الابليكيشنز اللي موجودة عندي فلنفترض مثلا ان فيه ابليكيشن معين انا مش عايزه خلاص انا مش عايزه فلنفترض ان التورنت خلاص انا خلصت منه بروح ساحب التورنت كده وروح حطه هنا بيروح داخل عامل سيرش على كل الملفات اللي في الكمبيوتر الخاصة الابليكيشن ده ويروح مجمعهم كلهم وقدر ان انا بقى ايه اعمل فكده ايه التورنت خلاص اتمسح بكل الملفات بتاعته وكده يعني تمام ده بالنسبة ل الاب كلينر برنامج لزيز جدا جدا البرنامج ده هو عبارة عن ان هو يعرفك كل الاختصارات بتاعت الكمبيوتر بتاعك فانا كل اللي انا هعمله هدوث بس دوسة طويل على كلمة كماند بيجيب لي كل الاختصارات قدامي اهو زي ما انتم شايفين اقدر من خلالها ان انا ايه ادوس على الاختيار اللي انا عايزه او كده يعني بس فده بالنسبة بقى يعني انا مثلا ايه كماند اوكي كماند ان دي معناها نوفاندر فايندر ويندو فانا لو جيت دوست كماند ان يفتح لي ايه فايندر ويندو زي كده ماشي ده بالنسبة للشيت شيت اليدت والريموف والفيور دول بتوع الكاميرا الصاني بس ما هي مش معايه دلوقتي الاو بي اس ده البرنامج اللي انا اعطل من خلاله اسجل الشاشة وبرضه استريم الشاشة كلها على الفيسبوك او اليوتيوب او تويتش او غيره يعني الدسكورد ده سيرفر دسكورد اللي من خلاله الطلبة بتخش وبتمارس اللغة عندنا يعني ده برنامج ديسكورد هو خاص اكتر بالجيمرس بيخشوا عليه وبيعمليh communities وحاجات زي كده يعني وفيها او او فالدسكورد برضه ايه لذيذ وجميل ولطيف يعني او او ماشي فاكر enfin paint pro الا مين الادت اس líation لاناو انا مسلا هنا ايه ده ده ما كنت شغال عليه من فترة تمام اقدر من خلاله إن أنا بقية كده يعني ده بروجيكت كان حد عايز يعمل ريفيو لأبليكيشن معين وعملت له الريفيو وكان البروجيكت يعني مش كتير يعني ب40 دولار يعني فعملت بقى الفيديو ايديتينج ده وخلاص فده برنامج فينا كات برو ممكن لو ايه الناس انتريستد ان انا اعمل يعني شرح للبرنامج ده يعني ممكن ابقى اشرح لهم البرنامج ده بعدين يعني وكده بس فده الفاينال كات برو فاضل ايه تاني معانا الكنفا الكنفا ده بقى انا لسه عارفه مؤخرا وعمل بقى ايه دايس فيه جامد وحبيت جدا جدا الشغل عليه وكده يعني بصوا الكنفا ده هو فوتو ايديتينج ويب سايت وبرضو ليه ابليكيشن على الموبايل وليه ابليكيشن على الكمبيوتر عشان كده انا نزلت الابليكيشن بتاعه على الكمبيوتر اقدر من خلال كنفا ان انا اعمل ديزاينات حلوة جدا جدا او ابحث عن ايهاجة فلنفترض مثلا ان انا اجي عايز ابحث عن حاجة عن المسلمين ادوس على كلمة مسلم هنا وبلاقي ايه الحاجات دي كلها اقدر ان انا اخد منهم اي حاجة وعدلها وازبطها مثلا زي الصورة دي مثلا اخدها كده واروح اعدلها واجيب ايه اه الحاجات دي كلها اقدر ان انا اغير بقى ايه اه وهنا بقى ايه مسلا انا عايز اغير هنا واخليها باللغة العربية احمد كمال جودة تمام وطبعا ايه حد هيئة فيكم هيقول ايه طب ده الكلمات مفصولة عن بعضها الحاجات دي كلها بتتعدل من هنا تقدر انك انت ايه تضم دول كده على بعض فيه افكت كتير تقدر انك انت تتعدلها ومش بس كده ده انت تقدر كمان من خلاله انك انت تعمل فيديوز وكده يعني يعني تقدر انك انت ايه تجيب فيديوز وتعدلها وكده فمسلا هناخد الفيديو ده كده تقدر انك انت ايه تعدل على الفيديو وتحط الكنتنت بتاعك وتزبط الدنيا دي كلها يعني هو بيعمل دلوقتي ايه لودنج للفيديو نفسه فعلى بال ما يعمل لودنج خلينا نشوف برنامج تاني وده برنامج خاص بالمكس ماستر 3 ده انضف ماوس ممكن تلعيه عم فيه اوبشنز كتير جدا جدا فالبرنامج ده بيزبط لك بقى ايه اه الزرار ده هتعمل بي ايه والزرار ده هتعمل بي ايه وفيه هنا زرار وهنا تاني زرار وكمان فيه هنا بتاعها كده تقدر انك انت ايه تتحركها ودي يعني حاجة كول كده حلوة يعني بس فدي اغلب البرامج اللي انا ايه ام بشتغل بشتغل عليها يعني حاليا فنفترض مثلا انا هاخد ايه الفيديو ده ام وادوس على تشغيل كده تمام فده الفيديو اقدر بقى ايه الفيديو ده نفسه اقدر ان انا اعدله وروح ايه اه كاتب بقى ايه كلام مثلا هنا اه اه كيدز اوه كيدز كمان كيدز او 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 سم هم مثلا يعني واعمل اي حاجة انا انا اريدها وبعدين بروح اعمل داونلود للفيديو وبعدين انشره على الصفحات بتاعتي وشكل بسيط وسهل وسهلس يعني اه بعد اما اتعلم شوية كنفا واحترف فيه شوية هاعمل الفيديو عنه لان هو بصراحة حاجة قوية جدا جدا يعني بس يا سادة ده دي البرامج اغلب البرامج اللي انا بستخدمها عندي على الكمبيوتر وبصراحة البرامج بتفيدني جدا جدا في الشغلي وبتخليني اعمل اقدي كويس يعني كده يا ربي يكون الفيديو افادكم ولو عايزين الواحد يعمل الفيديو عن البرامج اللي بيستخدمها على التليفون بتاعه ممكن انا بنعمل لكم فيديو عن البرامج اللي انا بستخدمها على التليفون بتاعي لان هي نوعا ما مختلفة شوية بس اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته